جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها باستفادة كاملة عن قصة حسين الشحات ورد برامز على خطاب النادي الأهلي للجبلية وكمان النادي الأهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمذكرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي ومفاجأة مدوية من موقع صدى البلد النادي الأهلي بيصعد أزمة حسين الشحات والشيبي للفيفا والنادي الأهلي يلجأ للفيفا بسبب الشحات وموقف فتوح بكأس الأمم الإفريقية هنتك برد نادي برامز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالك ورد برامز على خطاب الأهلي للجبلية طبعا كلنا عارفين الواقعة اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهاء الكاس في آخر مباراة في الدور المصري اللي حصلت صفع باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي ومش عايزين نختلف إن الموضوع غلط وما نختلف إن حسين الشحات غلط لأن الضرب بالطريقة دي إهانة كبيرة جدا للمغرب وإهانة لللاعب محمد الشيبي أيا كان اللاعب عملي الأهلي بيصعد هذا الأمر للنيابة العامة وطبعا إن الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية ده مخالف جدا لليحة كرة القدم بالفيفا الشيبي بعد مصعد الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الأهلي الكابتن حسين الشحات مصدر داخل نادي بيرامدز بيعلق على هذا الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن أزمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيرامدز ومنتخب المغرب والمصدر بيؤكد إلى أن الذي فعله النادي الأهلي لا يمثل إلى الواقع بأنه بأي صلة والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء إلى النيابة العامة هنعلق على الجزء ده أن المصدر الموجه من نادي بيرامدز بعد ما علق الموضوع بيقول أن محمد الشيبي مخالفش اللوائح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة إزاي؟ إزاي لاعب كرة قدم فيه ليحة وفيه قوانين للاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتصلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة أو المحاكم المدنية بيؤكد كمان المصدر على أنهما في إدارة السماوي ليس لنا أي صلة بالموضوع وعمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط أمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط والجرير بالذكر أن الكابتن حسين الشحات زي ما احنا عارفين اعتدى بالضرب والألفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الأهلي مع بيرامدز بالدوري الموسم السابق وبأكد كمان الشيبي صعد هذا الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات كمان النادي الأهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمذقرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي كشف النادي الأهلي عن مذقرة رسمية قام بإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي برامدس المغربي محمد الشيبي الأزمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي والتي تحولت حاليا إلى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الأهلي وأخلت سبيله بكفالة مالية الأهلي في مزقرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب برامدس إلى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوايح والقوانين الأهلي في مزقرة أكد أن ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية وبيؤكد النادي الأهلي في مزكرته وبيشدد للجبلية وطالب بضرورة الرد العاجل والإفادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات كمان مفجأة مدوية الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى الفيفا بيؤكد الإعلام الكبير أحمد شبير أن مسؤول النادي الأهلي بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من أجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيرامدز في الموسم الماضي وقال أحمد شبير في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه وأضافها أيضا النادي الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة وفي حال عدم وجود رد فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومزقرة تفصيلية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لقرة القدم الفيفا من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات ولكن تعالوا نتكلم جماعة مع بعض شوية بالعقل لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب وأكدت الكاميرات وأكد حسين الشحات أن اللاعب محمد الشيبي تلفظ عليه بألفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في أمه وغلط في عيلته وفي كل حاجة لكن الديني عقلك هنا أنت منتظر مني إيه لما جاء أغلط فيك وفي عيلتك وفي أبوك وفي أمك وفي أختك وفي زوجتك أنت منتظر مني الرد يكون إيه تفتكر هقولك تعظيم سلام؟ تفتكر هقولك تب أنت ما تغلط كمان أو اشتم كمان أو هاخد حق منك بالقانون؟ لا يجوز التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول أنه صح هو تصرف خاطئ بكل المقاييس ولكن لكل فعل رد فعل هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه مع حسين الشحات يا جماعة مش هيلاقي حد بيغلط في زوجته وفي أمه وحيقعد يتفرج هو التصرف خاطئ وإن حسين الشحات يمدي إيده على محمد الشيبي تصرف خاطئ وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول عليه أنه هو كلام صحيح لأنه هو كلام خطأ بالفعل ولكن اديني عقلك اديني عقلك النادي الأهلي النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات والنادي الأهلي ما بيردس بالغلط النادي الأهلي لما عرف أن حسين الشحات وأكد أن حسين الشحات خطأ وغلط اتحاد الكرة عاقب حسين الشحات ب300 ألف جنيه والنادي الأهلي عاقب اللاعب ب500 ألف جنيه يعني 800 ألف جنيه في وقعة النادي الاهل عارف ان هي وقعت خطأ من حيسين الشحات ولكن الجدير يعني الحاجة اللي تجننك قوي ان حسين الشحات بعد المباراة مباشرة وامام الكاميرات فوجود مدير الكورة لبرامج زهان سعيد اللي هو بيدور على اي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الاهل بس حيسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه ده انا لو واحد جاي يعتذرلي وبستماغي الراجل ده لو قاتل لي حد انا مش هتكلم لكن لما يعتذرلك يا شيبي ويحب راسك ويعمل 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 وعالهوى انت عايزي تاني ومين اللي بيشجع لاعب بيرامجس او مين اللي شجع لاعب بيرامجس انه هو ينتقل للقضاء المدني وده مخالف للليحة ومخالف للقوانين ولكن زي بقولت لحضراتكم هاني سعيد قاعد في برامجس بس بيدور على المصايب اللي يعمل فيها اي مشكلة واي مصيبة للنادي الاهلي هو ده هاني سعيد هو ده هاني سعيدة جماعة هاني سعيد الزمالكاوي هاني سعيد الزمالكاوي اللي حسين الشحات اعتذر لللاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة يعني ما سبش الموضوع بات يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي اخر يعتذر لللاعب اللي عندك انت اللي المفترض تقول اللاعب خلاص احنا ما عادش يلينا عين ان احنا نتكلم هو اعتذر لك وانت قابلت اللي اعتذار يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة تقريبا من شهر خمسة او شهر ستة في الموضوع ده او شهر اربعة مش متذكر والله يبقى ده في نهاية الدوري في اخر مباراة تقريبا في الدوري اللي برامت زيكسيبة 3-0 تقريبا على النادي الاهلي لكن عايز اوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد انت واللي زيك يعني انت واللي زيك الكارهين للامان في مصر والكارهين للنادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده ولكن النادي الاهلي ما بيسيبش حق اللاعب بتاعه ولو اللاعب اخطأ فالنادي الاهلي عقبه عقاب شديد جدا اللي هيحصل في قصة عسين الشحات وفي توقعاتي ان عسين الشحات ممكن ياخد حكم ممكن ياخد حكم الا لو النادي الاهلي محلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الا يحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية دا اللي احنا هنعرفه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة